إلى الجنوب الشرقي من محافظة تعز وفي منطقة العروس أعلى جبل صبر يقع هذا المصوصف الطبي الذي كان يقدم خدماته لنصف نهار يوميا قبل أن تقوم منظمة دولية بإعادة تأهيله وتوسيع كادره الطبي ليتحول بعد ذلك إلى مستشفى يعمل على تقديم خدماته الطبية بما فيها الأدوية المجانية على مدى 24 ساعة قاءت منظمة الهجرة الدولية قدمت دراسات حول وضعية المستشفى وإمكانية العمل في المستشفى وصلت إلى قناعة تامة بأن المستشفى يحتاج إلى دعم وإلى خدمات وإلى حوافز وصلت حوافز الموظفين إلى أكثر من سبعين أو تسعة وسبعين أو تسعة وستين موظف ما يزيد عن 120 ألف نسمة من السكان يتوزعون على ثلاث مديريات صبر الموادم والمسراخ ومشرع وحدنان سهم هذا المرفق الصحي في تخفيف معاناتهم في ظل تدهور الأوضاع الصحية في هذه المناطق الريفية والتي تبعد عن مركز المدينة 16 كيلو تقريباً نتمنى من باقي من المنظمة أو بقية منظمة داعمة أنه يحسنوا من أو يعطوا من العجز الذي عندنا مثل بقية المحالي الأفلام الكشافة محالي اسمه التحميض الكشافة دعم بالأدوية لحتى نوصل رسالتهم نوصل رسالة الطب إلى المواطن بشكل كامل أنه يستطيع يدخل للمركز يلاقي الدواء المجاني يلاقي الفحص المجاني يلاقي الرقد المجاني يلاقي خدمات المستلزمات الطبية مثل الكشافة الجهاز يستقبل المستشفى قرابة 200 حالة يومياً وهما يؤكد الاحتياج الملح للسكان ومع كل ذلك لا تزال منشدات الأهل للجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية متواصلة للمساهمة في دعمهم ولو بفتتاح قسم العمليات الجراحية واستمرارية الدعم المقدم لهم الناس بما تعاني من حروب وصعوبة الوصول إلى المراكز الصحية في المدينة المستشفيات لا يستطيع أن يصلون المركز هذا وعن طريق حقكم المنظمة هذه حلة إشكالية كثيرة للناس لما تعاني من النقص مالي من عدم كل شيء كل ما يتوفر فنرقو من هذه المنظمة استمرار تقديم خدمة إلى الناس فباستمرار المنظمة استمرار بقاء الناس كونهم يعانوا من حالة مادية قصوى وهم غير قادرين على مواكبة الحياة لما نعاني تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض وصعوبة التنقل بين هذه الطرق الوعيرة كلها صعوبات حوال القائم على المشروع التغلب عليها فيما تقف استمراريتها خلال الأشهر القادمة العائقة الأكبر أمام هؤلاء المواطنين والهجز الذي أرحقهم حمزة أمين قناة بالقيس تعز